يبدو أن جائحة كورونا لم تثني تركيا عن سعيها لتحقيق طموحها التوسعي في المتوسط الذي يصطدم بمواجهة شرسة حدود المياه الإقليمية اليونانية منطقة النزاع بين أنقرة وأثناء منذ السبعينات كانت مسرحاً لمناورات تركية شهدت تطوراً عسكرياً بين الطرفين في هذا السياق حساب إيجين هو قال إن السفينة الحربية التركية كليتشتو كانت قريبة من المياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كاستيلوريزو لكن سفينة حربية يونانية اعترضتها ومنعت دخولها للمياه اليونانية بشكل غير قانوني جزيرة كاستيلوريزو هي أبعد الجزر اليونانية وتكاد تكون خالية من السكان لكنها تبعد كيلومترين فقط عن الحدود التركية وبسبب التهديدات التركية عملت اليونان على مد الجزر القريبة من تركيا بترسانة عسكرية ثقيلة لحمايتها من الانتهاكات التركية وبعد فشلها في دخول المياه اليونانية طالبت أنقرة على لسان وزير دفاعها اليونان بنزع السلاح من 16 جزيرة في بحر إيجا شيلان فطيري العربية